اشتركوا في القناة كان فلفل كارولاينا ريبر الأكثر حرارة في العالم لأكثر من أربع سنوات لكن ظهر مؤخرا فلفل يدعى باسم فلفل اكس يفوق كارولاينا ريبر حرارة بأكثر من مرتين وصلت حرارة هذا الفلفل إلى 3.18 مليون وحدة سكوفيل في حين أن حامل الرقم القياسي العالمي السابق كارولاينا ريبر وصل مستوى حرارته إلى 1.6 مليون وحدة لذلك فمن الآن يمكننا أن نقول أن فلفل اكس هو الأكثر حرارة على الإطلاق من المحتمل أن يكون المذاق حار جدا لهذا الفلفل القاتل إذ أن المحتوى المرتفع للكابسايسن وهو المحتوى النشط الذي ينتج عن الإحساس بالحرق عند التلامس مع أي أنسجة يمكن أن يرسل للجهاز المناعي أن جسدك يتعرض للاحتراق بشكل حقيقي لهذا السبب فإن الفلفل اكس هو متاح فقط كعنصر ضمن The Last Dab الصلصة الأكثر حرارة في العالم وتتكون صلصة فلفل اكس من خليط من الخل المقطر وتذور الزنجبيل والكركم والكزبر والكمون والخردل الجاف وهذا ما يجعل صلصة The Last Dab أقل حرارة من فلفل اكس بحد ذاته لكنها لا تزال تتفوق على كارولاين ريبر بحيث تصل حرارتها إلى 2.4 مليون وحدة سكوفيل بالنسبة للذين جربوا هذه الصلصة فقد خدعوا بها وذلك لأنها تمنحهم شعورا بالأمان في البداية مما يجعلهم يتناولون المزيد منها لكن بعد فترة من الوقت تشتعل أفواههم بقوة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك بقنواتنا حتى يصلك كل جديد أعرف متعة المعرفة والترفيه